قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ذكرى صورة 30 من يونيو المجيدة تأتي هذا العام لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في السمود والقدرة على تجاوز التحديات وأضاف الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه منذ 11 عاما أثبت للمصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم وأشد بأسا ممن أعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماع له يوم السبت القادم وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ودائها اليمين الدستوري أمام الرئيس الجمهورية وأوضح ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أن هدف الاجتماع معاودة طرح التساؤلات والتنصيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة وأضف منصق عام الحوار الوطني أن من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسي نواب والشيوخ والتي ستحل بعد نهو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد وأكد رشوان أن مجلس الأمناء سيتابع في اجتماعه القادم الالتماس الذي قدمه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين نفى مصدر أمني رفيع المستوى لإعداءات الإسرائيلية بموافقة مصر على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم بوسالم وقال المصدر أنه لا صح على الإطلاق لوجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح مؤكدا تمسك الدولة المصرية بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح وأشدد المصدر على أن مصر ترفض دخول أي قوات عسكرية لها داخل قطاع غزة موضحا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني كما أكد المصدر أن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وعلن حزب الله اللبناني مقتل ثلاثة من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية مما يرفع حصيل القتل إلى 356 منذ الثامن من أكتوبر الماضي يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر بجيش الاحتلال إصابتي 18 جنديا إسرائيليا بينهم إصابات حرجة بعد قصف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكلت برانيت شمالي إسرائيل بصاروخة فيما دوت صفارات الإنذار بمستوطنات في الجليل الأعلى وشمال الجولان السوري المحتل أظهرت نتائج أولية فوز محمد ولد الغزواني بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة بموريتانيا وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع مفوضية الانتخابات على أن الغزواني فاز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما لا يزيد على 56% من الأصوات دع الرئيس الفرنسي منويل ماكرو إلى تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليمينية وذلك بعد تصدره نتائج الدورة الأولى وقال ماكرو أن المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة لجميع الفرنسيين وبحسب تقديرات أولية تصدر حزب التجمع الوطني وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا حاصدا أكثر من 33% من الأصوات فيما حصل حزب الجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لليسار على 28% من الأصوات وحصل معسكر الرئيس ماكرون على 20% فقط من الأصوات ترجمة نانسي قنقر